مواجهات عنيفة في تعز في محيط المدينة وقعت أشد هذه المواجهات حيث الإحساس بقرب النهاية يدفع الميليشيا إلى خوض معارك اللحظات الأخيرة بحث عن اختراق للجدار تعز الحصين لا شيء سوى القذائف التي تعبر الجدار فتصل إلى هذه البيوت وتقتل وتدمر كل من وجدته لا فرق بين الصغار والكبار والنساء والرجال الجميع هنا ضحايا الحقد الأسود للمخلوع صالح والحوثي الذين يشعران أن تعز فلتت من قبضتهما وأصبحت قريبة جدا من النصر فقد صد الجيش الوطني والمقاومة خلال الساعة الماضية عدة هجمات للمتمردين على أحياء الدحي ووادي عيسى وجولة المرور وحي البعرارة إلى الغرب من مدينة تعز وأسفرت المواجهات عن خسائر مادية وبشرية في صفوف المتمردين وفي حي الزنوك إلى الشمال من المدينة دارت معارك عنيفة أيضا إثرى هجوم للميليشيا على مواقع رجال الجيش الوطني والمقاومة المقاومة أفادت بانفجار لغم في مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مناطق التماس بحي البعرارة ومدخل المدينة السكنية ليشكل هذا الانفجار جزءا من الحصاد السيء للألغام التي زرعها المتمردون في محيط تعز وفي ريف المحافظة استمرت المواجهات في مدرية المسراخ التي حرر جيش والمقاومة معظم مناطقها وتمكن من التعامل مع أحدث عمليات قصف للميليشيا على المناطق المحررة وفي الوازعية تعرضت مناطق حنى والدخيل والهشام الرقة والبوكرة في المديرية للقصف بقرابة 15 قذيفة من المدفعية الثقيلة للميليشيا ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وفيما يمثل لحظات نادرة من شتاء تعز حظيت المحافظة بيوم عانقت فيه الغيوم جبال المدينة وتساقطت فيها الأمطار فاغتسلت المدينة من بعض الدموع والدماء وتحللت من بعض همومها فيما يمثل هبط الله لهذه المدينة المخنوقة بحصار سفاحي العاصر وإرهابي الحروب اشتركوا في القناة